الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثامن اليوم رح نبلش بدرس جديد وهو درس نظام الحكم والإدارة في الأندلس نظام الحكم والإدارة في الأندلس كتاب التاريخ صفحة 56 اليوم بدرسنا رح نشرح مجموعة من النقاط أولا الخلافة في الأندلس اثنين الوزارة والحجابة في الأندلس وأيضا القضاء في الأندلس والتقسيم الإداري في الأندلس أولا الخلافة في الأندلس اكتب هذا السؤال يا ثامن تتبع مراحل الخلافة في الأندلس تتبع مراحل الخلافة في الأندلس الخلافة في الأندلس مرت بمجموعة من المراحل أي خلافة بتكون في دولة معينة بتمر بمراحل ازدهار وقوة وأيضا ممكن تمر بمراحل إنها تنتهي هالخلافة رح نتدرج فيهم أول بأول أول مرحلة كانت فتحة الأندلس في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك فأصبح ولاية تابعة للخلافة الأموية في بلاد الشام إذن تم فتحة الأندلس بعهد مين؟ بعهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وصارت هالأندلس ولاية تابعة للخلافة الأموية في بلاد الشام اثنين شو صار بالخلافة في الأندلس؟ سقطت الخلافة الأموية في الشام وحاول ولاة الأندلس أن يكونوا أمراء مستقلين لا يتبعون أحدا بعد سقوط الخلافة الأموية إذن الولاء في الأندلس حاولوا يكونوا مستقلين وما يتبعوا لأي أحد إذن هاي اثنين ثلاث أصبحت الأندلس إمارة أموية تتوارثها الأسرة الأموية وكانت مستقلة سياسيا عن الدولة العباسية إذن صارت الأندلس عبارة عن إمارة وبتعرفوا أن الإمارة تكون فيها زي التوارث وصارت الأسرة الأموية تتوارثها جيل بعد جيل وأيضا صارت مستقلة عن الدولة العباسية أيضا في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر تحولت الأندلس من إمارة إلى خلافة بطلت إمارة وصارت خلافة إذن نعيدهم بشكل سريع مراحل الخلافة في الأندلس تحكي لي واحد فتحت الأندلس في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك وأصبحت ولاية تابعة للخلافة الأموية أيضا سقطت الخلافة في الشام وتحولت ولاية الأندلس إنهم أمراء مستقلين ما بتتبعوا لأي خلافة أموية أيضا أصبحت الأندلس إمارة أموية تتوارثها الأسرة الأموية وكانت مستقلة سياسيا عن الدولة العباسية وأيضا تحولت الأندلس من إمارة إلى خلافة طيب لو سألتكم سؤال يا ثامن بما لقب الحاكم للإمارة الأموية في الأندلس بما لقب الحاكم للإمارة الأموية في الأندلس شو بتحكي لي لقب الأمير أو الإمام شو كان لقبه الأمير أو الإمام أيضا لو سألتك سؤال آخر إيش كان نظام الخلافة في الأندلس إيش كان نظام الخلافة يا الثامن فكر فيها كان نظام الخلافة التوريث الآن رح ننتقل إلى السؤال الذي يلي اكتب هذا السؤال أصبح في العالم الإسلامي ثلاث خلافات في آن واحد بعد أن الأندلس في آن واحد في الأندلس في آن واحد في الأندلس اذكر هذه الخلافات إذن عيد اللي ما لحق يكتب السؤال أصبح في العالم الإسلامي ثلاثة خلافات في آن واحد في الأندلس اذكر هذه الخلافات تقول لي الخلافة العباسية في بغداد والخلافة الفاطمية والخلافة الأموية في الأندلس عباسية فاطمية وخلافة أموية تمام هيك يا ثامن الآن رح ننتقل إلى ثانيا الوزارة والحجابة في الأندلس هسا رح نحكي كيف اتطورت هالوزارات في الأندلس أيضا شو انواع هالوزارات اللي كانن بالأندلس يا ثامن بحكينا انه دولة بني أمية بالأندلس فأبقوا اسم الوزير في مدلوله أول الدولة ثم قسموا خطته أصنافا إذن بني أمية بالأندلس ظل على اسم الوزير الآن يعني صار ظل اسمها الوزير الآن كان هناك أنواع من الوزارات في الأندلس أول وزارة كانت لحساب المال كان في وزير حساب المال في وزير اثنين لترسيل البريد وزير إذن هاي الوزارة الثانية حوائج المتظلمين كمان في وزير أحوال أهل الثغور كمان هناك في وزير وأيضا كان كان واحد منهم ارتفع عنهم بمباشرة السلطان في كل وقت فارتفع مجلسه عن مجالسهم وخصوه باسم الحاجب إذن كان فيه عندنا حاجب هذا الحاجب كان قريب من السلطان وكان مجلسه أعلى من المجالس الوزراء اللي ذكرناهم طيب لو سألتك سؤال يا ثامن ما هي وظيفة الحاجب؟ ما هي وظيفة الحاجب؟ كان وظيفته يمنع أو يحجب دخول الناس للخلافة إلا بأمره وحكيناها قبل هالمرة وسمعنا فيها بالصفوف السابقة الآن رح ننتقل لللي بعده رح نعرف ما هو الحاجب وما هو أنواع الحاجب طبعا هناك اختلاف ما بين الحاجب في الأندلس وما بين الحاجب في الخلافة الأموية في الأندلس تمام؟ الآن الحاجب في الأندلس لم يكن ذلك الرجل الذي يقف باب الخليفة ليحجبه عن الخاصة والعامة كما كان الحال في المشرق الإسلامي وإنما قصد به رئيس الوزراء إذن كان قديما يا ثامن في المشرق الإسلامي كان الحاجب بس هو اللي كان يوقف أمام باب الخليفة إذن كان في الإسلام قديما كان البس الحاجب هو اللي بيكون واقف أمام باب الخليفة أما في الخلافة الأموية في الأندلس لا هو كان يطلق عليه رئيس الوزراء إذن في الخلافة الأموية في الأندلس أخذ نفوذ الحاجب يقوى شيئا فشيئا حتى استبدى بكل أمور الدولة وصار اختصاصه يشمل الشؤون المدنية والعسكرية إذن الحاجب اختلف تماما من ما كان فيه في المشرق الإسلامي بل صار في الخلافة في الأندلس صار إله ازدهر أموره وصار اختصاصاته أو سعواء شمل الآن بدنا نحكي أشهر من تولى منصب الحجابة أو الحاجب مين هو؟ اسمه الحاجب المنصور بن أبي عامر اسمه الحاجب المنصور بن أبي عامر الآن رح ننتقل إلى ثالثا القضاء في الأندلس رح ننتقل إلى القضاء في الأندلس اكتب هذا السؤال وضح كيف احتل القضاء في الأندلس أهمية كبيرة من قبل الخلفاء واحد بتقول لي عين الخليفة منصب قاضي الجماعة وهو بمثابة قاضي القضاء إذن الخليفة راح وعين في الأندلس قاضي الجماعة هو مثل قاضي القضاء هاي واحد اثنين كان للقاضي شروط معينة حتى يتم تعينه في سلك القضاء إذن ردينا اتطورنا أول إشي صار في عنا الخليفة عين لقاضي جماعة وكان اسمه بمثابة زي قاضي القضاء انتقلنا صار للقاضي في شروط أيضا يثامن ثلاثة صار انهم سمحوا لبقاء النظام القضائي بأيد المسيحيين أنفسهم لإدارة شؤونهم الخاصة هاي ثلاث إذن سمحوا ببقاء النظام القضائي بأيد المسيحيين أنفسهم لإدارة شؤونهم الخاصة أيضا في صار عندي شغلي رابعة هاي أربعة يوجد صاحب الشرطة الذي ينظر ويفصل فيه جرائم السياسية والمدنية إذن صار عندي صاحب الشرطة ينظر ويفصل فيه جرائم السياسية والمدنية إذن باللي حكينا أنه كيف احتل القضاء في الأندلس أهمية أول شيء صار فيه منصب قاضي الجماعة وهو بمثابة قاضي القضاء أيضا حكينا للقاضي شروط معينة عشان يصير في سلك القضاء انتقلنا أنه صار المسيحيين بإيدهم شؤونهم الخاصة ودين النظام القضائي وأيضا صار عندي صاحب الشرطة طبعا هذا كان واقف إلى جانب القضاء في الأندلس ينظر ويفصل في الجرائم السياسية لو ارجعنا شوي يا ثامن أنا وياكم لو سألتكم سؤال من هو قاضيها الجماعة؟ ما المقصود بقاضي الجماعة؟ ما المقصود يا ثامن بقاضي الجماعة؟ هو بمثابة قاضي القضاء ويقوم بالإشراف على القضاء في البلاد ويقيم في العاصمة قرطبة إذن هو بشرف على القضاء في البلاد ويقيم في العاصمة قرطبة أيضا حس أي شخص بده يتولى منصب لازم يكون له صفات أكتب هذا السؤال أذكر أهم الصفات التي يختارها الخليفة في قاضي الجماعة من بين قضاة الأقاليم أذكر أهم الصفات التي يختارها الخليفة في قاضي الجماعة من بين قضاة الأقاليم يلا استخرج معي الصفات واحد لازم يكون يتفوق بالقضاء ممتازين يتفوق بالقضاء أيضا يلا اثنين علو العلم وقوة الحزم هذول هن الصفات طيب الآن بدنا ننتقل بما إنه كل منصب له صفات فأيضا كل منصب له مهام إذن أكتب أذكر أهم مهام من قاضي الجماعة في الأندلس أذكر أهم مهام قاضي الجماعة في الأندلس واحد تنفيذ الإشراف على موارد الأوقاف وسجلات الفتوى هاي واحد إذن هاي واحد اثنين يؤم المصلين في أيام الجمع والأعدياد خصوصا في المساجد الكبرى اعرفناهم الآن رح ننتقل إلى هون يلا هلأ في عندي شروط ما هي شروط تعيين القاضي في الأندلس ما هي شروط تعيين القاضي في الأندلس يلا يا ثامن حدد معي واحد يكون فقيها على مذهب الإمام مالك بن أنس وحكينا أن هناك أربعة مذاهب لكن قاضي القضاء لازم يكون على مذهب الإمام بالك بن أنس والإمام مالك بن أنس هو اللي كان منتشر في الأندلس أيضا يكون مشهودا له بالنزاهة والاستقامة هاي اثنين أن يكون مشهودا له بالنزاهة والاستقامة ثلاث يتقن اللغة الإسبانية خاصة في بداية عهد الدولة الأموية لازم يكون يتقن اللغة الإسبانية الآن رح ننتقل إلى رابعا التقسيم الإداري في الأندلس حكينا قسمت الأندلس إلى ولايات أذكرها أكتب هذا السؤال يا ثامن قسمت الأندلس إلى ولايات أذكرها يلا واحد ولاية الأندلس ولاية طليلطة ولاية ماردة وولاية صرقصطة وولاية أربونيا تمام؟ هاي هن الولايات الآن بدنا نحكي نوضح التقسيم الإداري في الأندلس إذن الآن رح نوضح التقسيم الإداري في الأندلس كيف كان التقسيم الإداري في الأندلس يا ثامن؟ كل والي كان مسؤول عن شؤون ولايته هاي واحد كل والي من هالولاة إله بولايته الخاصة ما إله دخل بالولايات الأخرى تمام؟ اثنين كل ولاية مجموعة من المدن وهي الكور إذن كل ولاية هاي 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 كل ولاية تتبع لمجموعة من المدن وهالمدن هي الكور أيضاً كان لكل كور يتبع عدة أقاليم كبرى أو قرى كبرى أيضاً كل إقليم يتبع عدة أجزاء أو أرياف تمام؟ لحد الآن آخر إشي بما إنه مصطلح الكور كان غريب عليكم بدنا نعرف شو يعني الكور يا ثامن هاي هون الكور هو لفظ ظهرة في مصر وبلاد الشام للدلالة على الأجزاء الإدارية لفظ ظهرة في مصر وبلاد الشام للدلالة على الأجزاء الإدارية هيك أنا بكون كمالكي ثامن درسي لليوم حكينا عن مراحل الخلافة في الأندلس بما لقب الحاكم الإمار الأموية في الأندلس كيف كان نظام الخلافة في الأندلس وأيضاً أصبح في العالم الإسلامي ثلاث خلافات وحكيناهين كيف اتطورت الوزارات وحكينا أنواع الوزارات في الأندلس ومن هو الحاجب وأيضاً حكينا الحاجب في الأندلس مصطلح غير الحاجب في المشرق الإسلامي أيضاً حكينا القضاء في الأندلس كيف اتطور وحكينا إيش هي صفات القاضي وإيش مهام القاضي وإيش شروط القاضي حكيناهم هون وآخر إشي حكينا قسمنا الأندلس إلى ولايات وذكرناها وآخر إشي وضحنا التقسيم الإداري في الأندلس وحكينا أن كل ولاية لازم تكون شؤونها على حدة وعرفنا شو يعني الكور بتمنى منكم يا ثامن ترجعوا للدرس وتدرسوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر